بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله جميع يكون بالف اخين كما كنت لاحظوا اليوم اللي عملتنا سيكون على هاد البياسة ولا هاد الوحدة صراحة جدا جميلة احين تعملوا بها مفرش تزينوا بها القنادة بتاعكم احين تعملوا اي حاجة انتو ما حبيتوها اه تزينوا بها اسوال الجهاز العروس ولا المفرش ولا تزينوا بها مآذر طبخ ولا تزينوا بها القنادة بتاعكم تاشتاع اه تعلقاتي فاشوفوا ما اجمالها ان شاء الله الفيديو تانهار اليوم احين اعجبكم متنسوش دعم القناة باللايك البارتاج والمشاركة الى مش مشتركة وتفعيل زر الجهاز ليصل كل ما هو جديد قبل ما نبدو العامل تانهار اليوم صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام البدايه تانه دائما اه بالعقدس البدايه احنا عملت من ثلاثل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نقفلو في اول غرزة بمنزلجا ندفعو بتلت سلاسل تعتبر عامود واحد اثنين تلاتة احنا نلف وندخل داخل هادي الدائرة داخل هادي الدائرة وحنعمرها ببعو عشرون عامود كنا تلت سلاسل الاولى عامود هذا تاني عامود تالت عامود رابع عامود احنا نعمر هادي الدائرة اربعة وعشرون عامود احنا نقفل في اه تالت غرزة واحد اثنين تلاتة هكذا نقفلو الطائرة بمنزلجا دائما نقطع الخيط هذك المتبقي نواصل العامل هنا نتفعو باثنى عشر غزة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احدى عشر اثنى عشر اتفعنا باثنى عشر غزة في نفس العامود احبتي احنا نغلق بمنزلجا في نفس العامود اللي اتفعنا به اثنى عشر غزة نتابعو جيدا منزلجا هكذا ان شاء الله راهي واضحة نتابعو بثلت سلاسل واحد اثنين تلاتة احنا نقلب هادا العامل هكذا واحنا ندخل هنا هادو الثلت سلاسل اعفوا ان شاء الله راهي الصورة واضحة هادو الثلت سلاسل ههم اول عامود هادا الثاني عامود اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشرة اثنى عشرة اعملنا اثنى عشرة عامود احنا اتفع بست سلاسل واحد تنين تلاتة اربعة خمسة خمسة وهادي ستة نقلب هادا العامل احنا نجيل تاني عامود بعد العامود الاول تاني عامود احنا احنا اغلق بمزالكة هكذا اضافوا بثلت سلاسل اعتبروا عامود نقلبوا العامل نجي الى هنا لهذا الفراغ احنا اعمل اتنى عشرة عامود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اشعة احدى عشرة اتنى عشرة ادنى عشرة ادنى عشرة ادنى عشرة ادنى عشرة عامود نتفعوا واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة نقلبوا هادي نأتي الى ثالث عامود احنا عملوا ونزليك هذا العمل سبق وعملناه في البياسة السابقة في القناة نفس الخطوات تاع هذا العمل ومن الاحسن احبتي هنا تزيروا شيء عاملتكم باش يجيكم هادو البت اللات توقفين في الوسط نفس الشيء نتفعوا بثلت سلاسل واحد تنين تلاتة ونقلبوا العامل احنا عمى باثناشن عامود هذا تاني عامود تالت عامود رابع عامود رابع عامود خمس عامود سادس عامود سابع عامود تامن عامود تاسع عامود عامود عاشر عامود احدى عشر وهذا اتنى عشر امرناها اتنى عشر عامود نتفعوا بستة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة نقلبوا هذا العامل تانى راح نأتي الى العامود الموالي احنا واحد اتنين تلاتة في العامود الرابع بمن ذلك احي في الاخر تكونوا عندنا اربعة وعشرونة بالتلة هكذا ان شاء الله الطريقة راحي واضحة احووصل بنفس الخطوات على جميع الاميدة اللي عندنا اربعة وعشرونة عامود فكل العامود اح تكون عندنا بالتلة فيها اتنى عشر عامود ان شاء الله الطريقة راحي كانت واضحة واللي مفهمتش طريقة سبقوا نزلنا نفس خطوات هذا العمل في بيسا سابقة موشود الفيديو في القناة وحينتركوا في صندوق الوصف رابط الوحدة وللبيسا وكذلك فوق اعلى الفيديو هنخليلكم رابط البيسا باش يكون العامل هذا واضح معاكم احوواصل حتى النهاية ونرجع معاكم احبتي وصلت انا العامل كما كنت لاحظو هذا هو العامل هذا من الامام وهذا من الخلف احين تلقوا اربعة وعشرون بتلة قد عدد الاعمدة اللي خدمناه راح نواصل العامل احنا نقفل احنا هادي الدائرة في هادو السلسل الاعتفاع اللي في طرف عنا بهم احنا في واحد اتنين ثلاثة اربعة وخمسة سادسة في السادسة انا هنكفل بمنزلقة هكذا الان احبتي احن نلتفع بخمس غاص واحد اتنين ثلاثة اربعة وخمسة احن نخلف واحد اتنين بتلة السادسة احنا الان احنا هكذا واحد اتنين نعملوا غازة حشو واحد اتنين احن نعملوا غزة حشو واحد اتنين هنا نعملوا غزة حشو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة نخلفوا واحد اتنين هنا نعملوا غازتها شقها واصل جميع البيتلات اللي عندنا وصلت احيبت العمل اه جمعنا كل اتنين بيتلات مع بعض كيما كم تشوفوا هنا بخمس تلاسل تقبقوا لهدو اتنين البيتلات راح نقفل هكذا احنا ندخلوا لهدو الخمس سلاسل بغازة حشو احنا اتفع بثلت سلاسل واحد اتنين ثلاثة اول عمود ثاني عمود ثالث عمود احنا نعمل ثلاثة عمودة اتنين سلاسل نفس الشي ثلاثة عمودة هنا الصدفة متكون متلت عمودة اتنين سلاسل ثلاثة عمودة هكذا اعدو في اول حلقة خمس سلاسل عملنا اول صدفة المسافة ما بين صدفة وخطها هتكون تنين غاز ونفس الشي هنا في هذا الحلقة اللي هنا احنا نعملو صدفة صدفة قنا متكون متلت عمودة ثلاثة عمودة ثلاثة عمودة ثلاثة عمودة اتنين سلاسل ثلاثة عمودة هكذا احبتي ان شاء الله العمل راها واضح والطريقة السهلة وبسيطة بالنسبة لكم كنا المسافة هتكون ثلاثة اولا اواصل بنفس الخطوات هتكون هنا صدفة احواصل في جميع الحلقات اللي ديناهم هنا وصلت احبتي العمل بنفس الطريقة كما كنت لكم صدفة في كل فراغ وبين الصدفة والصدفة عندنا اثنين سلاسل نأتي هنا اه ثلاثة ونقفلو العمل هكذا هكذا نتابه هنا احبتي انا قدر نتخلي احنا القلب الصدفة باااا 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 هذا العمل يرجع ليكم انا انا لأ فضلت انتابهو نتابهو فضلت نقلب هكذا العمل ندخل هذا الفراغ بغوزة حشو هكذا نطفع بثلاث سلاسل نقلب العامل نأتي لقلب الصدافة ونعمل عامود 1-2-3-4-5 اول غوزة البيكو فك العامود هنا يكون لدينا اربعة اعميدة فك العامود غوزة البيكو غوزة البيكو متكونة من خمس غاص هذا العامل سيكون وسط الصدافة نقلب خمس سلاسل غوزة البيكو اثنين العامود الثالث 1-2-3-4-5 غوزة البيكو والعامود الثالث هنا أبعة اعميدة فك العامود غوزة البيكو 3-4-5 غوزة البيكو هكذا هذا هو العامل هنا ثلاث سلاسل 1-2-3 نأتي إلى الفراغ بين الصدافة والصدافة نعمل غوزة حشو هكذا ثلاث سلاسل لكم تلاحظوا العامل هنا في قلب الصدافة كنا نعمل أربعة اعميدة فك العامود غوزة البيكو اللي متكونها من خمس غوز هكذا واحد عامود ثاني غوزة البيكو 1-2-3 أبعة خمسة بعض التعليقات اللي طريقة في الشرح بالسرعة من فوق البطء كما هك ما ديما نزيدنا ونظن أن أنا طريقتي في الشرح تكون بطيئة مش سريعة والله أعلم أحبتي دائما نقول لكم أي أي سؤال ولا أي اقتراح ولا أي حاجة خليوهلي في تعليقات ودائما أحبتي نقول لكم خليونا تعليقات جميلة كما انتم وكذلك ما تنسوش الفيديو لايك للفيديو هادو هما أربع آميدات تعنا أكون تلاحظوا العامل تعنا في هذا السطر هنا ثلاث سلاسل نجيل الفراغ هنا بين الصدفة الصدفة وصدفة غوزة حشو ثلاث سلاسل وأحواصل بهذه الطائقة هذه هي أحبتي يعني واصلت العامل تعليقات ستانا جات صراحة جدا جميلة نتابعه جيدا بل لكن اللون هنا مش واضح في الكاميرا لكن صراحة جدا جميلة نقفل هنا ثلاث سلاسل هادو اللي فتفعنا بهم بموزاليكا ونقفل العامل تعنا وهذا هو العامل تعبية ستانا نقطع الخيط هنا الخيط الحرير والخيط للسلك سلك نعقدوه جيدا وكما تعرفوا لازم أنحركوه بالبعيكة لأنه سهل تمتمي في ساعة تفتح معنا العامل هنا في هذا الخيط هكذا أحبتي أحبتها بالميكوات هذا الوسط من الأحسن ما تفتوش عليه بالميكوات فتو على هادو الحوار فقط بالميكوات هادي هي أحبتي في الله طريقة العامل إن شاء الله تكون كانت واضحة معكم مالي أغنقلكم دومتم في آية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعكاته ترقبوه طريقة الالتساك وطريقة عامل مفش من هاد البياساء مع السلامة